المهندس عماد غالي خبير الطاقة المتجددة مدير عام شركة من شركات الطاقة المتجددة في مصر مساء الخير يا فندم نور أهلا بحضرتك يا فندم بشمهندس عماد هل بتتوقع أنه يعني الكهرباء في طريقها أنها ما تتقطعش أو الوقت اللي بتتقطع فيه إل أو أو فيه أي حلول بعد اجتماع السيد الرئيس النهاردة هو كلام ده فعلا كلامك صحيح وبدأ الخفض في عملية قطع الكهرباء من حتى من قبل هذا الاجتماع الجدول اللي معانا اللي هو الجدول اللي نشر على وقالنا على وسائل التواصل الاجتماعي كلها الجدول ده مش كله بينفذ دلوقتي بيقل منه حاجات كثيرة جدا وبالتالي كمية قطع الطيار المجدولة منخفضة شوية عن رسالة طيب متى تنتهي هذه المشكلة تماما بناءا حتى على المعلومات اللي حضرتك تفضلت بيها لما كنتم نورنا في ستوديو مساء الخير ربنا خليك أشكرك هو إحنا التوقع طبعا نحن عارتين شهر أغسط شهر برضو صهر تاخن بشكل عام طبعا مش زي الموجة الحارة اللي مرت علينا في شهر يوليو إنما المتوقع إن احنا برضو نستمر في عملية الحذر والحرص على استهلاك الكهرباء لغاية لما نخلص شهر أغسط إن شاء الله يعني حضرتك بتتوقع بسوء الملاحظ إنه يعني في بعض الأماكن مازال انقطاع الكهرباء يعني بالساعة وشوية كمان يعني الأول كان من قبلها بعشرة الحقيقة دخلوا الحاكتين الإجرائين في بعض الإجراء أبو قال لعشرة لغاية وعشرة دخل في الساعة فبقت بعض الأماكن بيتقطع فيها من قل لعشرة لغاية وعشرة أو ربع يعني ساعة من الساعة اللي بعدها طبعا آه يعني تقريبا ساعة ونصر لخمسة مثلا أيو أيو وده في العاصمة فما بالك بقى في مدن السعيد وكده بيعملوا إيه يعني هو ممكن ما زال ممكن برضو يحصل عندنا يعني قطعة زيد شوية في بعض الأماكن بس حاجات بسيطة برضو وطالما احنا عارفينها وعارفين إنها تحصل بلا شك هنتفادة إن يحصل من وراءها مشاكل يعني ما فيش مثلا العمليات الجراحية اللي هي بتتعمل في العيادات أنا مش هكلم عن المستشفات لأن المستشفات بيبا دايما عندها مولدات طوارئ عندما في العيادات الخاصة الدكاتة اللي بيعملوا بعض العمليات البسيطة في العيادات الخاصة مش هيبتدي عملية في الوقت الحارج ده هيعمل حسابه ونشتغل في وقت غير حارج فدي في حد ذاتها حاجة جيدة زائد إن احنا نلاحظ حتى الحكومة نفسها خفضت من استهلاك الكهرباء بتاع المراسق العامة زي نارة الشوارع نهضة نارة الشوارع تلاقي شوارع كثيرة قوي اعملت نور موجودة فيها مما مطفية علشان نقلل الكهرباء ونزود فرصة وطول الكهرباء للمنازل وللشعب الشكل العام مش هكلم حضرتك عن بعض الشوارع اللي فيها اللومد العوامية للنور منورة بالنهار فكرت أصورها وأعرضها في البرنامج بس أنا عايز أسألك على حاجة أهم هل تأخر اجتماع السيد الرئيس اللي هو فيه كلام صريح عن هذا الأمر علشان يبقى بداية فعلا الحل لا زي نقول لحضرك هي الحل ابتدى يحصل من قبل هذا الاجتماع الاجتماع الرئيس مع وزير الكهرباء لأنه فعلا ابتدى تقل الفترات الانقطاع أو أماكن اللي بيحصلتها انقطاع أولا بيلاقوا أماكن من المجادولة إنما في نفس الوقت ما فيش حتياج لقطع الكهرباء ما بيقطع حاش طيب هل يا فندم مشكلة الوقود اللي حضرتك كلمتنا عنها دي موقفة ايه دلوقت؟ مفروض ان احنا فيه تعاقدنا على سفيتين غاز طبيعي غاز مسال يعني قصدي آسف سفيتين الغاز يعني جم مفروض انهم جم وابتدوا يخش في السابقة ونقدر نشغل بيهم بس هاي المشكلة برضو بزالة الحرارة يعني احنا ما خفض الغاز برضو عندنا مشكلة الحرارة العالية إنما الحمد لله مش زي ما كان فيه شهر 17 يوليو وبالتالي فرصة ان احنا نعلي كفاءة المحطات في التشغيل افضل من ذي سابق اشكرك جدا مهاند سعماد غالي خبير الطاقة المتجددة واتمنى انه بهذا الاجتماع تنتهي معاناة الناس مع قطع الكهرابة او يعني يبقى شيء يمكن احتماله يبقى ربع ساعة يبقى تلت ساعة في اليوم تبقى مسألة يعني تعدي يعني ونبقى الناس عارفة موعدها وتبقى الناس ما تركبش اسانسورات في الوقت دوت وتبقى الناس ما تبتديش عمليات في الوقت ده يعني علشان الاثار وخيمة فعايزين برضو ايه نتعامل بجدية في هذه الامور